استقبل المهندس طارق الملة وزير البترول وثروة المعدنية وفدا من جامعة بولي تكنيكو دي ميلانو الإيطالية ضم إيمانوالا كولامبو رئيسة الوفد المفوضة لشؤون السياسات العلمية ونيكولو أستي رئيس الوفد المفوض لشؤون العلاقات الدولية مع إفريقيا وخلال اللقاء أكد الملة أهمية توافق التدريب العملي مع الدراسات النظرية لإعداد جيل مطلع ومستعد لمواجهة التغيرات المتلاحقة في صناعة البترول والغاز والتحول الطاقي واستدامة الإمدادات وذلك بالتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية مثمنا أهمية الشركة الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات الإيطالية في مختلف المجالات